السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي يارب تكونوا في خير وفي احسن حال نهاركو سعادة نهاركو عسل نهاركو امل نهاركو طاق نهاركو كيكا بالموز ليه يا نصرة كيكا بالموز اشان انا بعمل كيكا بالموز بحبكو جدا 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 ربنا يكرمكم ويساعدكم ويستركم ربنا يكرمكم بجد جميع الناس وجميع اللي من الوطن العربي كلهم ربنا يستركم يا رب في الدنيا والاخرى ويساعدكم ويصلح لكم الحال في الدنيا والاخرى امين يا رب العالمين بحبكم جدا جدا ربنا يا رب ما يحرمني منكم خارج مصر وداخل مصر بشكركم جدا جدا والنهارده يوم جديد وروتين جديد وحياة جديدة وكل حاجة جديدة جديد في جديد النهارده الروتين بتاعنا ونهارده بقى مش هقولوكو ايه اعملوا الفيديو لايك وشيركو في قناة وجودة لا خالص انا هاركنو على جنب لاني في رسالة يعني هقولها كده اوصلها الناس معينين وانتو ردوا علي ايه رأيكو في الرسالة دي لانها بجد زادت زادت عن حدها قوي ولكن النهارده هقولوكو الروتين عشان ايه اللي حابب يتابع الفيديو اهلا وسهلا على دماغي من فوق اللي مش حابب يبقى ايه براحته نهارده جماعة بعمل كيكا بالموز لزيزة لطيفة عشان نزلع قناة ام ادم اللي هي اصلا ثابت القناة تمام شافين انتو بصوره هو فهعمل مفيش وقت فبعمل يعني كله مع بعضه تمام ايه تانية ناصرة والنهارده هنرتب الرف او الدولاب بتاع البقول بتاع رز ومكرونو بتاع احيانا يا جماعة بنجيب حاجات الجو حر ساعات في حاجات بتبقى بايزة مساوسة فعلى طول لو لقينا حاجة زي دي ناخدها نرميها على طول لان الجو حر فممكن يبوز الحاجات فنحافز على الحاجات الموجودة ونرتب الدولاب بتاع المخزون بتاع البيت وفي نفس الوقت ايه تانية ناصرة هنعمل رفين من المطبخ او هم اصلا الرفو بتاع المطبخ دي هنخسل الحاجات التحف اللي عليها لان انت قعدة بتاكل في المطبخ بتبصي حواليك كده لو لقيت في طراب او كده بتقولي يا المطبخ مش نجيف ناسرة مش نجيفة ناسرة مش بتخسل يديها ورجليها تمام يا حلوين يا مقطقطين يا مبطبطين يا شربطات في الكبايات وايه تاني وهنروأ كده ناخسل شوية معين وبتاعه وقوام قوام زي السيمة كده هنقول الرسالة اللي انا عايزة اوصلها للناس كتير 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 يا جماعة كل شوية كل شوية اه كمان عندنا قصة النهاردة عايزين ناخد رأيكم فيها وعايزاكم تقولي لامة ادم من خلال القصة اللي انا هقولها يا ريت قولي لها كفاية حرام عليك ارحمي امك ارحمي امك خلاص امك تعبت من اللي انت بتعمليه فيها ربنا يا ربي يهديها واصلح لها الحال هي واللي زيها يا رب ويشفيها هي وكل مريد امين يا رب العالمين والرسالة طبعا הقصة واقولها بعدين والرسالة اللي انا عايزة أقولها يا جماعة كفاية كفاية بجد الناس كل شوية تقولي خدامة انت خدامة انت خدامة انا عايزة اسأل سؤال يعني الخدامة دي ايه ست عيب ست كخة يعني اروح يعني يا جماعي دي شغلانتي ربنا خلقني في الدنيا لقيت نفسي كده كل إنسان ليه ظروف يا جماعة خدامة الخدامة دي إيه العب اللي فيها الخدامة دي مش بتشتغل وبتعالج نفسها وبتأكد نفسها وبتشرب نفسها وبتعود نفسها مش دي حاجة كويسة يا جماعة أن أنا مطلعش زي أي حد أقول الدوني أنا مش لقية أنا مريضة أنا بائسة مش دي حاجة بتصون البناء آدم الشغل ده مش دي حاجة بتصون بتصون كرمت البناء آدم المسلم أو بتصون كرمت أي البناء آدم على وجه الأرض سواء مسلم أو غير مسلم يعني دي مش شغلانا ستراني وما بحتاجش لحد مش بمدي إيدي لحد ومعايشاني إيه المشكلة ليه كل الناس فيه ناس كتير جدا خدامة قصي دي خدامة لدرجة إن أم أدم دك النهار قالت لي يا ماما ما تقولش إن انت خدامة أو بتشتغل ببيت تقول إن انت شيف قال لا طب يا جماعة طم الناس اللي بيقولوا عليها الشفاء دي مش كلهم شفاء يا جماعة يعني إيه شيف واحدة بتعمل أكل يعني أغلبية الناس اللي طالعة دين كاتت موظفة أو كاتت ست بيد عملت لها قناة وربنا كرمها وترفعت لفوق كده ما هيش شيفة أقول أنا شيف إزاي وأنا مش درسة أقول شيف إزاي فأنا مش أدرا أفهم إيه موضوع الخدامة الخدامة لدرجة عايز أقولكو يعني أنا بصراحة كرحت الكلمة خدامة خدامة يعني الخدامة دي عملت زنب يعني هي دي شغلانتي يا جماعة لو أحد عنده شغلانة غير شغلانة دي وحس إن أنا عار أو حس إن أنا ست شغلانة عيب مهينة أو كده من ضمن أهلي مثلا أختي لما سفرت البلد تقولي ما تعرفيش الناس اللي معانا في البيت سلاءة يعني قريبنا أو جرانة أو اللي في منطقتنا أنت بتشتغل ببيت بيأكل وشنا ليه يا جماعة هو أنا بعمل إيه بسرق يعني ولا بقوادة ولا أنا إيه ست محترمة مالي في إيه أخواتي أو قريب أو جران يخشوا على القناة وقولوا إيه الأرف ده بتعر نفسها وبتنظف وبتعمل طب إيه يا جماعة العر بعر النفسي في إيه يا جماعة أنا مش شايفة إن أنا بعمل حاجة عيب إيه العيب اللي أنا بعمله أنا مش أدر أفهمه يعني إيه الزنب اللي أنا برتكبه عمالنا فتحنا قناة طول ما إحنا عايشين في الدنيا أكيد أي بني أدم في الدنيا حبيب قلبي بيطور نفسه أكيد أي بني أدم على وجه الأرض ده الجميل في الموضوع إن إحنا بنطور نفسنا يعني إن أنا بشتغل في بيت عايزة أطور نفسي فتحت قناة قلت لعل وعسى القناة تمشي وربنا يكرمنا منها فنقعد في البيت نعمل شوية أكل نعمل نصور شوية محلات نعمل نترفع كده زي الناس ونغير كلمة الخدامة اللي أنتو مزع عليكم طيب عايزة برضو أقول حاجة لو أنا يعني يعني الناس اللي أنا مش عاجبهم شغلتي وشايفيني خدامة وشايفيني عارة على المجتمع عندهم حل من الاتنين أول هام يا ما يخشش القناة خلص يعملوا عليها بلوك من حياتهم ومن القناة وده باي باي يمنعوا الملايين اللي جاية من وراهم دي حاجة والحاجة الثانية يا يتكرموا ويشوفوا لي حتة شقة صغيرة كده ملك أوضة بصلب حمام بمنافعها تمام تبقى بتاعتي لأن أنا ساكنة فيه ده أجار ويحطولي يعني مش هنقول مليون جنيه حطولي رابع مليون جنيه في البنك يشتغلوا والفلوس يتأكلني وتعيشني وتخليني ست لزيزة لطيفة محترمة حتى رجلي على رجلي كده وقعدة في البيت أروح أجيب الفلوس من البنك وأصرف على نفسي وأشبرأ نفسي ودلع نفسي ما عندكمش يا حلوين غير الحاكتين دول شوفوا بقى إيه لي رايحكم وإيه المناسب عشان بس نقفل الباب ده خدامة 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 حتى العريس اللي مفروض رجل دين جاي برضو بقول لي خدامة هقول لكم بقى قصة العريس وياريت يا جماعة تكتبوا في التعليقات إن أمو آدم ترحمني شوية من العرسان المعوقة اللي هي بتجيبها لي تمام؟ يعني لما تنزل السوق يا تستندف يا بلاها نادية وخده سوسو بلاها نادية وخده سوسو يا أولاد لا كتير كتير يعني هقول لكم بنتي اتصلت بوحدة قريبتها تمام؟ والله العظيم بقول الحقيقة بنتي اتصلت بوحدة قريبتها عشان في الناس بتخشولي انت بتقلفي ولو بقلفي بقى دي موهبة من عند رب العالمين نحمد ربنا عليه ناصرة بتقلفي وريني انت بتعملي ايه يا موزة يا وزة قوليلي يا قطة هنا يا حلوين دخلنا على البتاعة اللي هي فيها ايه العدس والسكر والبتاعة الحاجة البيزة لو في حاجة بايزة هنرميها لو كده هنرتب وننظف وحاجة هنفضيها في البطرمانات وترويق وتواريش وتواريش ايه تواريش دي يا ناصرة اعمل لكو ايه يا ولاد من عايزة خلص الفيديو نقوام قوام عشان انا عندي شغلي يا ولاد يا ولاد يا ولاد بحبكو قوي قوي احلى حاجة عملتها في الحياة اني فتحتك هنا لان عرفتني بناس انا ببقى في اسعة اوقاتي وانتو دايما بتدعولي وبتقولولي كلام طيب ربنا يستركه في الدنيا والاخرى يا رب العالمين يا رب يا رب المهم بنتي شافتلي اعريس المفروض ان ده رجل دين هم بيقولوا كده تمام ليه رجل دين عنده جامع يا عنده زاوية والزاوية يا حبايب نصرة هي عبارة عن جامع بس ملوش مدنى جامع تحت بيت تحت عمارة بيبقى زاوية تمام جامع مصغر فالراجل ده مبسوط وبيقولوا مبسوط بيت حك كتير مبسوط مبسوط دايما المهم مش عارفة ان كابس عليها الدحكة ليه المهم يا حلوين الراجل ده كان متجوز ومراته توفها الله تمام فالمهم هو بيدور على عروسة فبنتي كلمت زا ما بقولوك كانت حد من قريبها وقالت لهم يعني لو تعرفوا عريس كويس كده ظروف كويسة يريح حم من الشقة ويتجوزها والدنيا تمام هي بنتي دايما بتدورلي على الأصلح ربنا يا رب يسترها في الدنيا والآخرة ويهدي سرها انتو وهي وبنات المسلمين أمين يا رب العالمين فالمهم قالوا لها في واحد وكده ودوها رقم الراجل الراجل بنتي اتكلمت الراجل حضرتك أنا أمي قعدت طبعا تقول فيما حاسني أمي كويسة أمي 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 ستيتي أمي رميانة طول عمرها مع علينا والمهم الراجل قالت له أمي طب قالت له بس أنا عوائز أقول لك على حاجة أمي أمي إيه يا بنسك كلام أمي مش هتسيب شغلها أمي بتشتغل ومش هتسيب شغلها فقال لها مفيش مشكلة أنا ست بتاعتي اللي يرحمها كانت موظفة يعني في حاجة كده مرموكة مش هقول لكم إيه هي أنا عارفة بس مش هقول لكم يعني مراتي كانت موظفة وكانت قبل الساعة 2 أو الساعة 2 بتكون في البيت البيت نظيف وفي طبخة ومنظفة كل حاجة ومروقة كل حاجة وأدام شغلها مش هتعارض مع الوقت وإنها تبقى بدر في البيت فأنا ما عنديش مشكلة خليها في شغلها تمام هي والدتك بتشتغل إيه وطبعا كالعادة بنتي اتحرجت إن تقول له أمي شغالة في بيت أو سيدة إيه أو زي ما أنتوا بتقولوا كامريرة بتقولوا معرفش أنتوا بتقولوا حاجات كتير رب تمنزل موظفة كامريرة بونسيرة أي بتاعها يعني فهي قالت له أمي شغالة شيف تمام هي قالت له كده فقال لها ما فيش مشكلة أمك شغالة في أني فندق أو شغالة في أني سترون أو شغالة في أني كباري يعني هو الراجل بيستفسر عادي جدا المهمة قالت له طب وقتها هتعرف كل حاجة ما قالت له ستبت له الحتة دي كده بخباسة كده والسكتت المهمة لها طبعا مكسوفة إنها تقول أمها شغالة خدامة أنا مش والله العظيم أعرف يا جماعة لغاية دلوقتي قولولي يا جماعة قبل ما تخرج من الدنيا هي الخدمة فيها إيه؟ فيها إيه عيب؟ أفهم محتاجة أفهم أنا يا جماعة محتاجة السقف سقفوني يا أولاد قولولي يا أولاد في التعليقات هي الخدمة إيه اللي عف فيها؟ إيه العار؟ إيه العار؟ إيه العار يا جماعة بنأكل أمتنا بعرق جبنة وبنحافظ على البيت وبنحافظ على الأطفال اللي معانا وبالرعي يعني ربنا إيه؟ يعني نفس أفهم المهمة فرح قال لها فأنهي مكان وكده طبعا هي ما قالتش قالت له وقتها بس إيه؟ ونت هتدي أمي مصروف قد إيه؟ فالرجل قال لها مصروف قال لا أنا ما بديش مصروف مصروف ليه؟ الأكل والشرب أنا بجيب لحمتي وفراخي وفراني وأرانبي وكل حاجتي بجيبها بالشهر والتلاجة أو دف ريزر كله مليان وكل حاجة في البيت بسمنة وسكر كل الأشياء موجودة في البيت هتديها مصروف ليه؟ يعني فهم فالمهم المهم زي ما بقول لكم جده قال لها هي شغلها في أي مكان هي طبعا اتحرجت تقوله إنه أمي الخادمة الخادمة حتى بمناسبة الخادمة كانت فيه فيلم للخادمة إيه؟ مش قادرة أفهم يعني إيه الخدمة عيف فيها يعني المهم فالمهم سأل الناس اللي هم جايبين ويعني الناس اللي هي إليهم يعني هي أمها بتشتغل إيه؟ قالوله أمها بتشتغل في بيت فبعت رسالة البنتي اللي هو راجل دين شايفين أنتوا الراجل دين لا هو عجبني ولا أنا عجب أنا مش شفتهوش أصلا أنا شفته صورته بس وهو ما شافش صورتي ولا شاف أي حاجة وده طبعا ده راجل الدين شوفوا بقى راجل الدين والسلوب الكواس طبعا مش كل الناس بتوع الكلام ده يعني أو راجل كبير في السن أو راجل مسقف أو مفروضا الراجل ده كان بيمتلك منصب مرموق إن هو يتكلم بالأسلوب ده فبعت لبنتي رسالة وقال لها أنا أنت قلتلي أنت كذبت عليها قلتلي أن أمي شيف أمك خدمة ببيت وأنا ما بتجوز من الخدمات فطبعا جزاء الله كل خير على كل كل كلامه المحترم الزريف اللطيف وأنا بس حبيت أطرح الموضوع عليكم فيا جماعة محتاجة برضو أعرف إيه الخدمة إيه العب اللي فيها وزيما أنا بقول كده في أول الفيديو لو الناس شافيني أن أنا قريبين مني أو الجيران أو البعض المعارف لو شافيني أن الخدمة عيب فما عندهمش غير اختيارين لا يعملوا علي بلوكي لا يعني لا يعملوا علي بلوكي يساعدوني بقى عشان هما يشوفوني في جو حلو كده نصرة الجديدة نصرة المدام حتى رجلة على رجلة نصرة البرنسيسة اللي مش بتخسل موعين ولا بتحكي حكاوي ولا بتنظف ولا أي حاجة لا مهم عشان نشوفوني في صورة غير غير اللي أنا فيها لكن أنا في الوقت الحالي هو ده اللي أمتلكه دعولي بالصحة والستر ودعولي أن أنا دعولي برضو أن ربنا سبحانه وتعالى ياخدني وأنا بصحتي وأنا ماشي على حيلي كده لا احتاج لبنتي ولا احتاج لجوز ولا فرد ولا احتاج لأي حاجة ويسترني ويستركم ويصلح حالي وحالي وحالي المسلمين ومحتاجش أبدا أن أنا أمدي إيدي لأي حاجة وإذا كنتوا أنتوا شايفين أن الخدمة في البيوت يعني حاجة مهينة أو كده فأنا بصراحة مش شايفها أنها حاجة مهينة أنا شايفها أن دي ستر من رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى يعني يعني هو ربنا سبحانه وتعالى شايف يعني هو ربنا عمل عملني كده او يعني شايف ان انا المفروض ان انا كون في الحتة دي فدي تدابير ربنا سبحانه وتعالى فيش في ايدي اي حاجة حبينا انطور نفسنا فتحنا القناة ان احنا ممكن تبقى ظروفنا تتحسن وما نشتغلش شغلانا المهينة اللي هي مزعالاكم دي وحس ان انا بعركم فيها فهو ده اللي في ايدي اعمله وبشكركم جدا على حسن متابعاتكم بشكر حبايب قلبي خارج مصر وداخل مصر ربنا يا رب يكرمكم ويستوركم في الدنيا والاخرة حبايب قلبي ما تنسوش تدعو البنتي ام ايادا بكرة الجمعة تدعو لها بالصحة وان ربنا يهدس الراهية وبنات المسلمين وكمان تدعو لي ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويستورني وياخدني هو راضي عني ويحسن ختامي انا والمسلمين امين يا رب العالمين بشكركم جدا 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 ربنا يا رب يبارك فيكم وفي عمركم وفي حياتكم وفي كل في كل حاجة تخصكم يكرمكم ويساعدكم زي انتم وبتساعدوني بالكلمة الحلوة وبالدعوة الطيبة جزاكم الله كل خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب نصرة وروح قلب نصرة شوفكم على خير شكرا جزاكم في القناة